السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين الكرام على واجه الخصوص طلاب الصف الخامس الابتدائي في درس جديد من دروس مالاك تايم فور انجليش فرس تلمتر من الأول إن شاء الله النهاردة حنكمل يونيت 2 لها بعنوان في الملاهي طبعا لو عاوز تشوف الفيديوهات والدروس اللي قابل كده اتفضل عندي في القناة وحتشوف الفيديوهات اللي قابل كده وإن شاء الله والفيديوهات اللي جاية بإذن الله ما ننساش نعمل اشراك في القناة ونفعل الجرس وطبعا لو الفيديو عاقبك لايك على الفيديو ولوليك اي كومنت تعليق تكتبولي في خط التعليقات وطبعا وننساش نشير مرزقه نبدأ الفيديو باسم الله الرحمن الرحيم درس التاني اللي هو بيكون وقت الكلمات النهاردة الكلمات اللي عندنا مكونة من من verb plus noun verb plus noun verb يعني الفعل noun الاسم كل verb له noun خاص به كل فعل له اسم خاص به ما نفعش verb على noun الثاني خالص وحنشوف دلوقتي ازاي اول number one drink juice يشرب عصير drink مش drink dr هنا dr dr مش g ما حدش لاخبط من dr و g حرف g drink drink juice يشرب عصير eat cotton candy مش cotton هنا كيمة cotton cotton candy eat cotton candy يأكل حلوة غزل البنات او غزل البنات win a prize يفوز بجائزة win a prize go on a ride go on a ride go on a ride يركب لعبة في الملاهي see a show see a show يشاهد او يرى العرض have lunch يتناول لغبة الاداء have lunch buy tickets الشري تذاكر كيمة ticket نحفظك لل tic c بعدين kit او ممكن تحفظها زي ما انت عاوز تأسيمها من قاطع احسن لك انا ticket يعني ممكن ti i بعدين c k e t ياتيكت تذكرة take pictures يلتقط الصور take pictures كيمة pictures نفس الكلام نحفظها كده pick بعدين sure اسف الاخر زي ما قلنا من شوية كل فعل له اسم كل اسم له فعل نمبر واحد مثلا نشوف drink يشرب ينفع drink a prize يشرب جايزة see juice يشاهد عصير buy a show يشتري عرض ما ينفعش عشان كده بقول لك ان كل فعل كل فعل له اسم خاص بي وكل اسم له فعل خاص بي تمام نقراهم تاني drink juice win a prize see a show buy tickets eat cotton candy go on a ride have lunch take pictures وطالما قلت انه الكلمة دي verb فعل يبا لازم تكون عارف الماضي بتاع الفعل ده ايه ايه الماضي منه عشان كل فعل له في سيجة ماضي تمام وأحنا قلنا في درس الثالث قلنا الافعال في pass لما افعال المنطزمة افعال غير منتزمة وتعلمنا Жنا الافعال المنطزمة الا خلا دي او او كله قالنا كل درس الثالث من درس عن اما الافعال الغير منتزمة هي الافعال اللي مش aqui ابي دي ولا اي دي عشان تكون في الماضي ناخد مثال على الفعل في المنطزم الفعل مثلا clean عادي اقول نظفها cleaned هنضيف ال E و D ده فعل منتظم عشان بس هدفنا له E و D لكن هذه الافعال الافعال الغير منتظمة ما ينفعش نضيف لها D ولا E D ولا I E D ما الاي حصل لها طب عادي اقول مثلا الفعل درينك يشرب ده فعل غير منتظم ما ضيه درينكت اضيف له E D قال لك لا ما ينفعش ده فعل غير منتظم عشان كده شكله في الماضي حيتغير اذا الافعال الغير منتظمة هي الافعال التي لا تقبل D ولا E D عشان نحويها للماضي ما لا يحصل لها في افعال تتغير خالص في افعال تقعد زي ما هي ما تتغيرش النهار ده عندنا الافعال اللي في الماضي تغير مدارة تغير في الماضي افعال منتظمة تصريف الافعال الغير منتظمة منها درينك يشرب شرب شوف هنا الغير منتظمة الغير منتظمة الغير منتظمة كأنك تقول الرقم الثماني كده بالانجليش ايت مش اعت هنا لا ايت ايت يأكل ايت أكله وين 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 يفوز الباس منه وان فازك نطق وان كأنك بتقول رقم وان نمبر وان يعني نفعش اقول وون لا هنا نطقه صحيح وان وان فازة جو يذهب شوف جو الباس منه تغير نهائي وينت جو يذهب وينت ذهب سي يرى او يشاهد الباس منه السو رأى او شاهدة هاف يمتلك اتناول الباس منه هاد باي يشتري الباس منه بوت تيك تك طب هنا السؤال ازاي يعرف الفعل ده غير منتظم او ازاي يعرف الموضي بتاع الفعل غير منتظم ده حل الوحيد انك تحفظ الافعال ديد مالهاش حل تاني نهائي انا اقول لك الباسفد عسيد اقول لسو هاف هاد باي بوت حفظه وبس تحفظ هذه الافعال درينك درانك ايت ايت وان وين وان جو وين سي سو هاف هاد باي بوت تيك توق حل مع بعض بعض التدريبات على الدرس ده نوبر وان تدريب الأول سيركل the odd word and replace it with the correct one دائرة عند الكلمة المختلفة ونبدلها بكلمة متوقعة لباقي الكلمات نوبر وان father mother prize parents قلن السؤال ده يتوقف بالدرجة الاولى على حفظك او معرفتك لمعاني الكلمات وحاجة التانية على معرفتك لنوع الكلمة وانحنا قلنا نوع الكلمة يعني كلمة فعل او حرف جر او اسم او صفة نوبر وان father mother parents قلت father ab mother om parents دواردين اما prize جائزة دائرة عند prize هنجيب اي حد من الاسرة هقول مثلا sister اخت او brother اخ number two pork cookies cotton candy spaghetti طبعا ما كنا spaghetti cotton candy جهاز البنات cookies او pork اللي هو الهديقة العامة او الجنينة طبعا spaghetti cotton candy cookies دولة اكل food لكن pork دي place مكان دائرة عند park ونجيب اي شيء يأكل حنقول مثلا نقول مثلا كيمة cake rice orz number three drink ticket eat have have يمتلك اتناول eat يأكل drink يشرب دولة verbs افعال لكن ticket noun تذكار دائرة عند ticket وحنجيب اي verb تاني حنقول مثلا go يذهب buy الشري ايا كان الفعل ويا حب ذلك يكون فعل غير منتظم اشان دولة كلهم فعال غير منتظمة number four lunch dinner breakfast parents lunch dinner dinner breakfast parents الوالدين طبعا lunch dinner dinner breakfast دولة اسمو meals الواجبات لكن parents الوالدين طب هنا عندنا غدا وفطار وعشان التلات واجبات طب ايه الواجبة الربعة حد يعرف ايوا الواجبة الربعة اللي هي snack الواجبة الخفيفة snack number five price show ticket go price show ticket go price جائزة show عرض ticket تذكرة go يذهب طبعا التلات كلمات الاولانيين دولة nouns اسمو لكن go verb حنجيب اي نون ثاني car مثلا مثلا هقول cord bike اي اسم اي اسم جيبه عادي مش مشكلة مش لازم يعني بالدرس السؤال الجديد من النوع هو عبارة عن paragraph او قطعة نقصة كلمات هنكمل الكلمات ديت من الفراغات من الكلمات اللي في الباقس في الصندوق ده fill in the gaps using the words in the box امن الفراغات بالستخدام الكلمات اللي في الصندوق الكلمات عندنا drinking اللي هي drinking يشرب eating يأكل show عرض go يذهب taking اصلاح take يلتقط او يأخذ سامي is having a good time with his family they are buying tickets for that buy tickets الشير التذكر for لأجل ايه taking ولا go ولا show ولا eating طبعا التذكر لأجل show العرض نحزف كيف تشو من فوق سامي السيستر أخت سامي is pictures احنا قولنا صور يلتقط صور taking pictures taking نحزف من فوق سامي 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 eating cotton candy يأكل cotton candy their parents ورديهم الأب والأم are juice عصير طبعا الفعل اللي بيجي مع juice اللي هو drinking they want to on a ride قولنا يذهب أو يركب لعبة في الملاهي go on a ride يبهي هنا go on a ride لكن eating مالهاش مكان choose the girl is eating cotton أخذنا cotton candle cotton candy cotton spaghetti cotton kind طبعا cotton candy number two let's go on gonna kite prize ride flower أخذنا ها في الكلمات go on a ride يركب لعبة في الملاهي number three I want to a picture التقط صورة make take eat win want to take a picture number four they are buying for the show tick tickets juice prizes fries طبعا العرض يشري لدي tickets تذكر السؤال طبعا من الأسئلة الصعبة اللي فيتقابلك في الامتحان اللي هو look or write a paragraph four sentences اكتب اربع جمل على الصورة عشان نكتب جمل صحيحا أول حاجة تبص على الصورة وتسأل نفسك سؤال إيه اللي موجود في الصورة إيه اللي موجود في الصورة بعض الناس كثير من الناس يبقى أول حاجة سأقول the girls are eating cotton candy البنات بيأكلوا cotton candy مونا حنسمي مونا مونا is taking pictures مونا تلتقط بعض الصور حنسمي ده علي علي is drinking juice علي يشرب بعض العصير نكتب جمل ونرجع لكم لكي الوقت بس الجمل الثاني there are a lot of people يوجد الكثير من الناس they are at the amusement park هم في الملاهي the girls are eating cotton candy البنات بيأكلوا هنا are دائما am is are بعد من verb plus ing بتكلم عن شيء بيحصل قدام مدرع عم السمر و girls الجمع البنات ب are بعد الفعل اللي بيعملوه هو eat بعد ing the girls are eating cotton candy مونا is taking pictures مونا تلتقط بعض الصور قلنا is بعد الفعل ing take بعد ing الجيه هنحزل فيه طبعا يمكن التق من alie is drinking juice alie yashrub بعض العصير وبكده خلصنا الدرس الثاني من unit two اتمنى يكون نشرح عجابكم ما ننساش نعمل اشراك في القناة ونفعل الجرس ونعمل اه طبعا share للفيديو مع الاتزاقاء و لو لديك اي comment تكتبوه في خانة التعليقات واللايك على الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبكده بفضل الله وبحمده خلصنا listen to الدرس التاني من unit two الواحد التانية اتمنى يكون نشرح عجابكم ما ننساش نعمل اشراك في القناة ونفعل الجرس واللايك على الفيديو والكامن سأوليك اي تعليقات على الفيديو وطبعا share مع على اصدقاء وجزاكم والله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته